أعزائي المشاهدين أسعد الله أوقاتكم بكل وقت معكم هشام جعفر في برنامج الكرة مع جعفر إن شاء الله فكرة البرنامج عندنا ثلاث فقرات الفقرة الأولى فقرة عنواني الأخبار الرياضية خلال الأسبوع الفقرة الثانية فقرة النجم والنجم معنا هو هيب عملاق من عمالقة الرياضة في مصر والفقرة الثالثة فقرة تفجير الأواضي الرياضية وإن شاء الله تكون حلقات مميزة وهنبدأ بعنوين الأخبار حصول منتخب مصر لكرة اليد على المركز السابع في بطولة العالم المقامة في مصر أسبانيا تخطف برنزية العالم في منديال اليد على حساب فرنسا الفيفا يسلم الأهلي الشهادة الخاصة بمشاركته في منديال الأندية للمرة الستة على التوالي عمري السولية هدفنا كتابة إنجاز جديد بعد تحقق حلم المشاركة في منديال الأندية إقرار كتابي بخط باتشيكو يمنع محمود علاء مدافع الزمالك من الاحتراف وأخيرا توقيع بروتوكول بين نادي الزمالك ووزارة الإنتاج الحربي في الإنشاءات الجديدة بنادي الزمالك بستة أكتوبر كده أخبارنا انتهت ومعانا فقرة الضيف والضيف اللي هتكلم عليه النهاردة أستاذي ومعلمي يعني حابب أني أتكلم عليه كتير جدا هو الأستاذ الدكتور عطية السيد أستاذ التدريب في كرة القدم بجامعة حلوان ورئيس قطاع الناشئين للعديد من الأندية في مصر وهنتكلم على كل الأحداث الرياضية اللي هنتمانها النهاردة إن شاء الله فاصل ومع الدكتور عطية السيد